في هذا الحديث ذكر اليهود والنصارى في الرواية الاخرى ذكر فارس والروم فما الجواب؟ الجواب يكمن من وجوه الوجه الاول ان يكون ما ذكر هنا من اليهود والنصارى وفارس والروم على سبيل غرب المثال لا على سبيل الحصر فتكون هذه الامة تابعة لكل اصناف الكفار من اليهود والنصارى وفارس والروم والوثنيين وما شابها أولئك